احبائي قال النبي الي للشعب حتى متى تعرجون بين الفرقتين ان كان الله ان كان الله الرب هو الله فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه وطبعا الاله الذي يجيب بنار وفعلا الي يرتب الذبيحة على مذبح الرب وعندما صلى نزلت نار الرب وحرقت كل شيء لكن اللي عاوز اقوله احبائي ان النبي الي زال كل تزيف طلب ان يعبوا مي يعني كانها حرب سيكولوجية في وقت القحت والجفاف اللي ما فيش مي ملأوا المذبح والقنوات كلها تعبت مي لانه عاوز يوري الناس ان المعجزة من عند الله حقيقية مش مفبركة يمكن الانبياء الكذا ممكن يحطوا جازولين ممكن يحطوا كاز ولا مواد حارقة حتى تساعد لكن الي بالعكس حط مي حتى يشوفوا الشيء المستحيل مستطاع بقوة الرب وعندما نزلت النار الشعب كله سقط على وجه وقال الرب هو الله الرب هو الله وفعلا الي امر بقتل كل الانبياء الكذبة يعني 850 انبياء البعل وعشتروت في وادي قشون اللي هو في اسفل الوادي موجود حتى يوم من هذا في الاراضي المقدسة وبعدين سمعت الملكة ايزابيل وهددت انه عاوزي تقتل النبي ايليا النبي ايليا خاف وهرب لحياته لانه بعرف ايزابيل عند مرأة عندها قوة شريرة سحرية هو مش خايف منها لانه خايف لانه ممكن تأذي كل من حاوله ايضا فهرب لحياته لانه ظن طيب كل هالمعجزة وبرده كمان مش مصدقين مطر رجع ونار نزلت من السماء وكل هذه المعجزات الخارقة قلبها كان من حجر بدل ما تتوب وترجع بالعكس هددت فاليه هرب لحياته كان هروب الى نفس الجبل اللي كان عليه موسى رجل الله الى جبل حريب جبل الله جبل في سيناء موسيقى